أنا جئتكم من الأردن مجموعات من الشباب استغفلوا وأقناعهم بعض المتشددين هناك جهاد في سوريا جيران وأن هناك جهاد في العراق وهم جيران وانا ما رأيت إلا مسلم يقتل مسلم وهذا ليس من الإسلام في شيء الآن في العراق 2 مليون أرملة الآن سوريا تحتاج 30 سنة لإعادة البناء بعد ما كانت بلد لا تستورد شيء كله اكتفاء في اكتفاء شباب من دفعين اخترقهم بعض المتطرفين يعملون لصالح أجهزة عالمية عبر الشاشات والقدوات غسلوا أفكارهم وغسلوا مشاعرهم فقاب من القرآن والسنة لكن لا عرف أصحابه قرآن ولا سنة يا شباب هذا وقتكم وهذا زمانكم كونوا نافعين لأهلكم منتمين لأوطانكم مجملين لأمتكم والله يحفظ هذه البلاد ويديم أمانها ويطرب بعيدها ويسعد شقيها ويرحم موتاها ويشاف مرضاها ويعاف مبتلاها ويرد غائبها ويوصل سائرها وما نواه رجال الصلاح فيها بسر الفاتحة